متتابعي القناة بطني الأولى مرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم الأربع 12 أكتوبر 2022 أنتار سجلناها خلال 24 ساعة الفارتة كانت أعلى الكميات في ولاية نيبل من مليمتر إلى 34 سلينا من 13 إلى 24 سفيقس من 17 إلى 20 مهدية من مليمتر إلى 14 مليمتر وفي القيروين من 3 إلى 13 مليمتر بيجا من مليمتر إلى 13 سواء من مليمتر إلى 10 المنستير من مليمتر إلى 6 وفي بنزارة في حدود المليمتر و4 مليمترات درجات الحرارة تتواصل المرتفعة ونسجلنا 27 و32 درجة بشمال والوسط وفي المرتفعات في حدود 25 في الجنوب بين 31 و36 درجة خصوصية التقس نشوفها من خلال تسلسل لسور القمر الاستناعي التقس كان مغايم جزئين على أغلب الجهات ولكنه أكثر كثيفة بشمال بالوسط مع ظهور خلايا رعدية كانت مرفوقة بأمتار بشمال الشرق وسجلنا كذلك ضبيب محلي صباحا بالنفيذة توقعتنا لتقس الليلة تقس مغايم جزئين على أغلب الجهات يكون أكثر كثيفة بشمال ومع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمتار أحيانا غزيرة بشمال الشرقي ودرجات الحرارة بين 22 و27 درجة مع عدل المرتفعات 20 درجة بالنسبة لتوقعتنا لتقس غدوة تقس مغايم جزئين على أغلب الجهات يكون أكثر كثيفة وبعد الظهر بشمال بالوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمتار والبحر مضطرف في شديد الافتراب قرارة توقعتنا في درجة الحرارة للمدنة التونسية تونس الكبرى 28 قليبيا 26 27 في نيبل وفي زغوين 26 في بنزر 24 في تبرقى 27 في بيجا 26 في سلينة 28 في جندوبة والوضع ملائم للنزول الأمتار مع ظهور خلايا رعدية الكيف 24 32 القيروين في حدود 28 درجة في جهة الساحل 27 منستير 25 مهدية 29 مع ظهور خلايا رعدية في ززر قرقنا واسفيقس في حدود 26 درجة سيديبوزيد 27 القصرين 27 والوضع ملائم للنزول الأمتار مع ظهور خلايا رعدية مدنة الجنوب الغربي قفصة 30 درجة تقس مغيم جزئيا تزر 32 قبل 33 درجة بالنسبة لمدنة الجنوب الشرقي قبص في حدود 29 درجة تقس مغيم جزئيا في جربة درجات الحرارة في حدود 33 مدنة 34 تطوين ورميدة 35 درجة وتقس مغيم جزئيا بالنسبة لملاحة وصيد البحرين نشرة التحضيرية سيرية المفعول بالنسبة لأخوة البحارة الريح يكون على كامل شريط السحلي من القطاع الشمالي ما عدا خليج قيبس يكون جنوبي شرقي وفي منطقة سيراتوا خليج تونس البحر شديد الاضطراب وسرعة الريح من 25 إلى 30 تجاوز 45 عقدة في خليج الحمامات ومنطقة الشابة البحر مضرب وشديد الاضطراب وسرعة الريح من 10 إلى 20 تتقوى من 20 إلى 30 تجاوز 45 عقدة في خليج قيبس البحر مضرب في شديد الاضطراب وسرعة الرياح من 15 إلى 25 تتقوى من 20 إلى 30 جوز 45 عقدة قراءة لتوقعاتنا في درجة الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبيين وقشط في حدود 37 دربيدة 26 أمطار في الجزيرة في حدود 23 درجة ترابلوس 33 تقص صفي الخرطوم تحافظ على نفس المستويات 40 درجة تقص مغايم جزئيا في القاهرة 30 درجة مع بعض الصحب العابرة وبالنسبة للبقاع المقدسة درجة الحرارة في المدينة المناورة 38 مكة المكرمة 39 الدوحة 34 أبوظبي 36 مكة التقص صفي في حدود 33 الكويت 36 وبغداد كذلك 36 تقص صفي بالنسبة للشرق الأوسط القدس الشريف 24 بيروت 27 تقص مغايم جزئيا درجة الحرارة ترتفع في دمشق لحدود 38 درجة ودرجة مستقرة في اسطنبول في حدود 21 درجة مع بعض الصحب بالنسبة لأوروبا روما في حدود 20 درجة مرسيليا 23 ثمونتاش في بريز مع أمتار جونيف 20 درجة فيينا 19 بلين 17 درجة لندن في حدود 16 درجة مع أمتار رامستردام وبروكسيل في حدود 14 درجة مع أمتار مدريد 25 ولشبون التقص صفي في حدود 27 درجة بالنسبة لتطول الوضع الجوي خلال أيام القليلة القادمة يوم الجمعة البحر مطر في شريط الاضطراب على كم من الشريط السحري والريح من القطاع الشمالي بشمال بالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وإمكانية لنزول الأمتار مع ظهور خلايا رعادية بشمال بالوسط وتقص مغايم جزئيا بالجنوب والحرارة في انخفاض طفيف يوم السبت إن شاء الله البحر يكون قليل اضطراب ومطرب على كم من الشريط السحري والريح من القطاع الغربي بشمال بالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وإمكانية لنزول أمتار محليا بشمال وتقص مغايم جزئيا على أغلب الجهات والحرارة في استقرار نسبي أوقات الشروق والغروب الشروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة السادسة صباحا و24 دقيقة والغروب في تمام الساعة الخامسة مساء و46 دقيقة لمزيد المعلومات وترق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني الرزل الجوي على صفحة الويب www.pom2.dn تتفعل وتتواصل معهم على صفحة فيسبوك والموزع الصوتي أوقات سالية لمدينة تونس ومجورة السادسة الصبح في تمام الساعة رابعة وثمانية وخمسين دقيقة الظهر منتصف النهار وثلتون دقيقة السادسة العصر في تمام الساعة الثلاثة وثمانية وثمانية واربين دقيقة والعيشي في تمام الساعة السابعة وثمانية واربين دقيقة دمتم أوفيه الوطني الأولى سبحانه خير نسيكم